أنا متأكد أنكم طفشتوا ومن كثر ما سمعتوا قديش الـ LGCX هو أفضل تلفزيون للجيل الجديد خلوني أقول لكم كواحد معه البلاي ستيشن 5 والأكس بوك سيري اس اكس اثنين هم هذه المعلومة الصحيحة مية بالمية السلام عليكم معكم محمد البسيمي هذه قناتي ThruGaming وبنتكلم اليوم عن تلفزيون LGCX من ناحية ألعاب ومو بس ألعاب ألعاب الجيل الجديد تحديدا عندنا مواصفات جديدة عندنا HDMI 2.1 عندنا 120 إطار 4K أشياء كثيرة خلونا نتكلم عنها من ناحية هذا التلفزيون طبعا هذا التلفزيون هو أفضل تلفزيون بشكل عام طبعا تقنيةه آلد بس أنه إيش اللي يخليه أنه أفضل تلفزيون للديل الجديد تحديدا أنه هو التلفزيون الوحيد في السوق اللي فيه أربع منافذ من نوع HDMI 2.1 إيش فايدة منفذ HDMI 2.1؟ يخليك تركب فيه جهاز يدعم سلك HDMI 2.1 اللي ينقل البيانات بشكل سريع ويخليك تحصل على دقة 4K مع معدل إطارات عالية أكثر من المعتاد اللي هو 60 إطار لا تقدر تجيب 120 إطار هالمرة فهذا شيء مهم بالنسبة لنا بوريكم نحين بعض الأشياء العدادات المهمة اللي لازم نسويها بالتلفزيون أوكي أول ما نأخذه طبعا عدوك اللدود في هذه التلفزيونات هو البكتشر مود هذا اللي اسمه إيكو إيكو طبعا هي خاصية حق التوفير استهلاك الطاقة أوكي شيء للبيئة ومدري إيش نحن ما علينا من هذا الشيء نبين نشيله ليش لأنه يسوي يعدل كثير من الإعدادات ويخلي الصورة تتغير فطبعا أنت بمجرد ما تجي هنا وبمجرد ما تكون عندك لعبة راح تحط مو السينما ولا الفوتبول الجيم مود ليش الجيم مود؟ الجيم مود مهم عشان يرفع سرعة الاستجابة في التلفزيون لما تضغط زر على اليد تلقى الإجابة على الطول تطلع لك على الشاشة الاستجابة سريعة الأكشن يتنفذ بسرعة هذا شيء مهم خصوصا في الألعاب التنافسية الجيم مود مهم لهذه الخاصية طبعا في ناس يقولون لي إيش العدادات طيب اللي نعدلها عشان نحصل على أفضل صورة ممكنة العدادات اللي تعدلها هنا بوريكم إياها الحين خلنا ندخل على العدادات طبعا مش مجرد أنك ما غيرت البكتشر مود من إيكو إلى جيم معناتها أن العدادات كلها تمام لا فيه أشياء ثانية فيها توفير طاقة كلها قفلها energy saving هنا محطوط أنه أوتوماتيكي تحوله إلى off ما نريد أي توفير في الطاقة نريد أن نضيع فتورة الكهراء بحق تلبيه نعدمها طبعا بعد ما تحط جيم مود additional settings أغلبها صحيحة راح يقفل لك كل الأشياء مو additional settings أسف picture mode settings كلها بتكون صحيحة تقريبا ما يحتاج تلعب في هذه الأشياء OLED حق ال LG من ميزاته أنه يعطيك ألوان طبيعية ويوريك اللعبة أو الفيلم أو إلى آخره بالطريقة اللي أنت مفروض تشوفها بأدق شكل ممكن فحنا ما راح نعدل هذا على هذه الإعدادات في advanced settings عندنا بنعدل الأشياء اللي فيها تدخل أو برمجة تعدل على الصورة أي شيء موجود بنقفله مثلا super resolution بنقولها off محطوط لهو عندنا نقولها off عندنا color gamma بنخليهم زي ما هم white balance ما عندنا مشاكل مع هذه الأشياء نروح لpicture options هنا ممكن نلقى أشياء بعد الحمد لله كلها off 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 black level خليها off off هنا تمام هو أصلا للتلفزيون من نفسه لأن هذا وضع الألعاب بيقفل هذه الأشياء كلها فكذا أمورنا تمام الحين أنا بتكلم عن بعض الأشياء المهمة اللي هي وين هنا additional settings أوكي أنت لما تيجي تشغل جهاز يدعم HDR تبي تحصل على ألوان HDR أو يدعم 4K 120 أو يدعم Auto Low Latency Mode اللي تكلمت عنها في الفيديو الماضي ALM أو يدعم VRR هذه الأشياء صار لها تحكم خاص فيها طبعا الـ HDMI Ultra HD Deep Color تقدر تقفلها وتفعلها على كل منفذ HDMI موجود عندك فإذا ما فعلتها ولا شغلتها طبعا أنا مشغل عندي فيهم كلهم شغلت على الـ HDMI 2 عشان يعطيني الجهاز HDR ويتعرف عليه تلفزيون ويقول لي جهازك قاعد يلعم مثلا HDR10 أو يدعم Dolby Vision ففعل هذه على المنافذ اللي فيها جهاز يستخدم HDR عندك ديش مثلا يشغلك فيديو عادي ما هو حتى 4K لا تفعل هذا الأشياء ما تحتاجها نهائيا طيب شيء الثاني Instant Game Response هذا شيء جديد اللي مستخدمين لتلفزيونات LG القديمة زي C8 ما بيشوقونا إنست Game Response هذا طبعا يتعلق بأن الجهاز يصير قادر إنه إذا قرم من الـ HDMI إنه جهازك جهاز العاب راح يحول هو على الـ Game Mode مباشرة بيغير نوع الـ Picture إلى جيم فهذا تقدر تفعله لكل HDMI بشكل منفصل هذا أيضا نبينفعله على منفذ اللي قاعدين نستخدم معاه جهازنا سواءً Xbox أو PlayStation 5 فهذا شيء مهم ثاني بالشغلة AMD Free Sync هذا شيء خاص بالـ PC إذا عندك PC وتستخدم كرتكرافكس من AMD تعال هنا وفعله على منفذ الـ HDMI اللي قاعد تستخدم الجهاز عن طريقته خلاص تقريبا كذا خلصنا الإعدادات الحين أمورنا طيبة إحنا جهازنا أوكي راح يدعم التقنيات هذه داخل جهازك الثاني دي سيشن أو الإكس بوكس لازم بعد تفعل إعدادات معينة طيب فمثلاً مع الإكس بوكس خلنشوف أوكي راح نروح هنا للإعدادات نقول له لا مو ساين أوت ساينجز أوكي ونروح لجنرال وـ TV and Display Option إذا كل شيء سونا بشكل صحيح وفعل المنافذ الصحيحة وكل شيء لما نضغط 4K TV Details بيورينا أن تلفزيوننا يدعم كل الخصائص اللي موجودة في الإكس بوكس يدعم Dolby Vision 4K 120 مكتوبة هنا 4K Ultra HD 120 كله مرنا تماما دعا نشوف الصح الأخضر هذا ومرنا تماما بعدين نأتي هنا Video Mode نتأكد أن كل عليها صح عشان تتفعل الخصائص داخل الإكس بوكس بعدها نقدر هنا نحط الـ Resolution 4K ونحط تحت سرعة الإطارات 120 طبعاً أنا نحطها من قبل التلفزيون مضبط ومرنام مع الإكس بوكس كل شيء تماما أوكي ونشوف نفس الشيء مع البلاي ستيشن 5 أنت الآن جاهز أنك تستمتع بألعابك بقمة أدائها طبعاً فيه شيء الناس ممكن تسأله أنه لحد الآن ما فيه ألعاب تدعم Dolby Vision فليش الإكس بوكس يقول لنا أنه فيه دعم Dolby Vision طبعاً Dolby Vision Dolby Atmos تقنيات من شركة Dolby Dolby Atmos تقنية صوتية يدعمها بعض التلفزيونات بطريقة المحاكاة أو الساوند بار أو إذا عندك سيستم يحاطه صوتية فبيتعطيك صوت رهيب وفيه ألعاب تدعم Dolby Atmos من الآن منها مثلاً Gears تدعم Dolby Atmos رح يشتغل معك الصوت Dolby Vision تقنية لها علاقة بالHDR كل الألعاب اللي موجودة الآن في السوق تدعم HDR10 ألعاب Dolby Vision جاية بالطريق مايكروسوفت تعاقدت مع الشركة وبتجي ألعاب تدعم Dolby Vision مستقبلاً إيش هي وأول الألعاب ما تكون ما ندري لحد الآن لكن هذه تجربة مستقبلية نتركها البعدين طيب نتكلم لماذا الإكس بوكس يقول لنا الآن أنه يدعم Dolby Vision هذا شي لها علاقة بالتطبيقات الثانية اللي عندك اللي هي الألعاب طبعاً أنا مو محمل هنا نتفلكس بس إذا حملت نتفلكس رح يعطيني التلفزيون إذا شغلت نتفلكس إذا يعطيني الأفلام اللي تدعم Dolby Vision كتقنية HDR فهنا برضو بوريكم نقطة ثانية موجودة في الإكس بوكس لا علاقة بالصوت أنه لما تجي هنا عند الـ Volume and Audio Output تقدر تحدد إذا كان عندك يحاطة صوتية تحط 7.1 أو 5.1 وتقدر بعدها تفعل تقنية الشسمة Dolby Atmos من هنا تفعلها رح يطلب منك تحميل تطبيق Dolby Atmos بتحمله مجاني جداً وتكمل العددات فقط إذا كان عندك سماعة هدثة تدعم Dolby Atmos بيحتاج لها اشتراك بفلوس لكن إذا عندك ساوند بار أو ساوند سيستم ومورك طيبة فعلها من هنا وكل الأمور تمام كده خلصنا الإكس بوكس نشوف البلايستيشن 5 والإعدادات مع هذا التلفزيون الآن صرنا مع البلايستيشن على نفس المنفذ استخدمنا استخدمنا نفس السلك وأنا أكد لكم سابقاً أن السلكين اللي يجون مع الجهازين كلهم HDMI 2.1 جربنا نبدل بين الجهازين واشتغلوا تمام أوكي فنذهب إلى الإعدادات في البلايستيشن أوكي خلوني يحاولي عربي أحسن إشان إش اللي متعودين على العربي في إعدادات البلايستيشن 5 راح نروح للشاشة والفيديو أوكي ونروح لإخراج الفيديو بنلقي هنا معلومات إخراج الفيديو هذه مثل اللي موجودة كانت في الكس بوكس اللي عليها صح أقدر بس هنا بيكون شكلها مختلف شوي راح يعطينا لإعدادات التلفزيون وإيش الأشياء المدعومة طبعاً نشوف الدقة على 4K 60 الألوان RGB HDR يعني أمرنا تمام HDR مدعوم وتحت نقدر نشوف دعم الترددات اللي موجودة بالتلفزيون ونشوف إنه 60 و 120 تطلع لك 120 أمورك تمام سلكك تمام تلفزيونك تمام إذا لعبت لعبة 120 إطار راح تشتغل معاك هنا بشكل جيد طبعاً الحين على البلايستيشن 5 في بعض الألعاب تدعم 4K 120 مثل لعبة Dirt 5 فيها طور 120 إطار في 2 فتقدر تجربه طبعاً نفس الشيء من البلايستيشن اعدادات الصوت أيضاً موجودة تروح لها من هنا وتحط إخراج الصوت وتقول عن طريق الـ HDMI أو شيء ثاني طبعاً عن طريق الـ HDMI ما في خيار ثاني هنا وتقدر بعدين طبعاً مقفلة عندي تقدريه هنا جهاز نوع HDMI طبعاً تلفاز مضخم AV اللي هو نظام إحاطة صوتية تقدر تحط عليه ولا شريط الصوت اللي هو ساوند بار توني ذا النبي العربي شريط الصوت تسموه فتقدر تختار على حسب الجهاز اللي عندك هنا وتضبط الصوت وتحط الصوت طبعاً بلايستيشن 5 ما فيه دولبي فيجن ولا دولبي أتموس فهذه الخيارات أصلاً ما رح تتفعل معك في التلفزيون لكن تقنية الـ HDR الثانية اللي HDR10 يدعمها بلايستيشن 5 وتشتغل مع التلفزيون مباشرة حتى لو رحت فوق عندك سيطلع لك خيار دولبي فيجن أو دولبي أتموس لأن بلايستيشن 5 لا يدعمهم طبعاً الناس ممكن تقول يعني معقولة ذا التلفزيون بس ميستل أربع منافذ HDMI 2.1 لا هذا مو الميزة الوحيدة فيه ميزات إضافية أكثر مثل كون الجهاز هذا هو الوحيد اللي يقدر يشغل لك الأكس بوكس مثلاً مع دولبي فيجن و 4K120 في نفس الوقت ما يحتاج تختار واحدة ولا الثانية زي ما صار معنا مع تلفزيون سوني غيراً التلفزيون سوني لسه ما جعله التحديث بشكل رسمي اللي يدعم هذه التقنيات الجديدة فأنا حملته بشكل يدوي فكون التلفزيون هذا يعطينا كل الخصائص الجديدة حق الجيل الجديد هو سبق وقته فيها نزل قبلهم دعم كل هذه الأشياء من بدري حتى C9 C9 في هذه كثير من الخصائص اللي موجود تقريباً فالجي من جد سابقاً وقتها لما وصلت الأجهزة جربنا بنفسنا الأشياء تعمل بشكل رائع للوان طبيعية OLED فعلاً ما له منافس في السوق من ناحية تقنية التلفزيون درجات الأسود درجات HDR الصطوع شي رهيب جداً والأشياء الجديدة اللي خلت حياتنا أسهل مثل أن التلفزيون من نفسه يتحرف أنه جهاز ألعاب يحول على جيم مود من نفسه أشياء ريحتنا كثير فإذا عندك نظام حاطة صوتية كملوا بهذا التلفزيون لأنه التلفزيون المثالي لأجهزة الجيل الجديد وإذا عندك جيمر بجنوم مثلي عندك Xbox وعندك PlayStation ومخذين منفذين وتريد ثالث بعد للبي سي ينفع هنا عطي الثالث للبي سي والرابع دف منه ARC لجهازك الصوتي وخليك تستمتع معمق هالمرة على تلفزيون CX تكلمت عنه كثير في أكثر من فيديو وملخصات قلت أنه أفضل تلفزيون للألعاب هو في الواقع أفضل تلفزيون لكل الاستخدامات صحيح أنه غالي وتقنية OLED تعتبر الأغلى في السوق حاليا لكن يستحق كل قرش تدفع فيه